لاحظنا أنه في بعض المشاريع يعني تمضى الأوامر من دون ملاحظة وجود الوسائل المنصوصة عليها في دفتر الشروط وبالتالي تنجر عنها التأخرات التي لاحظناها في كثير من المشاريع العمومية والتي تنجر عنها بعد ذلك إعادة التقييم والتي كما قلت سابقا قد كلفت الخزينة العمومية أكثر من 8000 مليار دينار جزائري في فترة التي تدعد 12 سنة هذه الأموال الهائلة كان يمكن رصدها لإنجاز مشاريع عمومية أكثر نفعا للمجتمع وبالتالي نرجو أن تكون هناك صرامة في تسيير المشاريع العمومية والتقيد بالأساسيات والمبادئ التي جاء بها قانون 18-15 والصهر على تنفيذ المشاريع في أجالها وهذا ما سوف يسمح لنا بتوفير النفقات التي قد ترصد فيما بعد إلى إعادة التقييم وأنبهكم بأنه سوف يرفض كل طلب إعادة التقييم من هنا فصاعدا إن تجاوز مستوى 10% من المبلغ المرصودي أساسا لإنجاز المشاريع